السلام عليكم قوتي المغربة نريد أن نستغل لقاء الرفيع المساواة التي ستجمعها بالحكومة الإسبانية والمغربية والتي سيكون نهار واحد وجوج فبراير نريد أن نصل إلى ثلاثة مشاكل الأساسية التي تعاني من هذه الجالية المغربية الإسبانيا رخصة ديال السياقة الجنسية الإسبانية والمشكل ديال السكن شوفوا المشكل ديال السكن نعطيونا اللايكات ديالكم كترة ونمشيوا بالتفاصيل ولكن عاونونا بالبرتاج بغينا نوصلوا هاد المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية هنا بديال إسبانية رخصة ديال السياقة السكن جنسية إسبانية والمواعد ديال القنصليات إسبانية بالمغرب سمعوا معايا وزير الخارجي اللي هضر على التاريخ اللي هو واحد جوش فبراير وشوفوا معيه واحد تقرير بسيط على المشاكل ديال الالكيرا التي تواني من الجالية المغربية تكون الليكات ديالكم كثرة بغينا نسلو هاتشي ديالنا لحكومة المغربية باش ترحض المشاكل على الطاوية و تناقش نهر واحد وجود فبراير بغينا حلول se pone un piso de alquiler y es un visto y no visto بسيطة un piso de alquiler 37 demandas para visitarlo había en concreto un cliente que había llamado 17 veces constructores e inquilinos calculan que faltan entre 2 millones y medio y 3 millones de viviendas para alquilar pero ese no es, dice el sindicato de inquilinos el único problema no hay tanto un problema de falta de oferta como una falta de oferta accesible aquellas que entran al mercado que tienen un precio mínimamente accesible pues son un caramelito para cualquier persona en España se construyen unas 100.000 viviendas al año que no absorben la demanda del alquiler y las constructoras hoy no se atreven a construir más tenemos unas subidas de materiales impresionantes tiene que ser rentable si no es rentable no lo van a hacer y en todo esto que papel juegan las viviendas vacías es un enigma cuantas hay en nuestro país el INE ya no las cuenta desde 2011 y que lleva a los dueños a dejar un piso cerrado que los inquilinos no les paguen que puedan llegar a maltratar esa vivienda el estado en el que se la encuentren con esta radiografía las administraciones públicas también tienen que mover ficha la mayoría están siguiendo dos caminos principalmente que no terminan de cubrir la demanda hay que intervenir con carácter estructural ampliar el parque público de viviendas y en particular para alquiler joven movilizar las viviendas vacías así las cosas el rally del alquiler se hace cada vez más cuesta arriba hay que decir que hay que hacer que hay que hacer سيعني اسبانيا بصفة عامة ولكن الجالية المغربية بصفة خاصة المعانرة ديالها أكتر وهات شي كي تشكو منه بزب ديال المهاجرين المغاربة اللي خرجوا كيهضروا على آآ العنصر يام من ناحية يعني ديال في الوقت ديال البحث عن السكن يعني كي يعرفوك مغربي تيرجع اللور وهات شي تشكو منه بزب ديال ناس كذلك المشكل ديال الرخصة ديال السياقة تغيير ديال الرخصة ديال السياقة. حتى هذا مشكلة تعاني منه الجالية المغربية هنا في إسبانيا. كذلك المشكلة ديال الجنسية الإسبانية. يعني قبل كانت متاحة للجميع وكانت سهيلات اليوم والتي صعوبة وصعوبة كبيرة وكبيرة بزفق وزيد عليها مصارف. ونحن في أزمة هنا في إسبانيا. مصارف كبيرة وتعقيدات يعني الناس كتعاني هنا باش تحصل على الجنسية الإسبانية. هذو ثلاثة ديال حويج. كذلك الفيزة. فيزة خاصة بالنسبة للناس اللي كيعملوا التجميع في المغرب. حتى ومع دون مشاكل في السيطة. يعني في المواعيد. كي المواعيد قال لك اودي رهكينا التجارة في هذه المواعيد. يعني بغينا نستغلو هاد اللقاء رافيع المستوى اللي غادي جمع ما بين الوفد الحكومي الإسباني والمغربي. بغينا نوصلو هاد الرسالة ديانا للحكومة المغربية. لانها باش تناقش هاد القضايا اللي هي جد مهمة وكتعاني من هالجالية المغربية هنا بالديار الإسبانية. يعني ما كيش اللي غادي دافع لنا. ولهذا بغينا كوم يعني تبرتاجيو تلايكيو باش نوصلوه الرسالة ديانا للحكومة المغربية. باش? يعني هو كما قلتكو ما كيش اللي دافع لنا. السكان المشكل ديال السكان لانا السكان رجع واحد الحاجة من سابع المستحيلات هنا بإسبانيا. هذا مشكل كتعاني منه يعني الساكنة هنا بإسبانيا بصفة عامة والجالية بصفة خاصة. خصنا يعني تكون عندنا نفس الحقوق. واذا مشينا نقلب على الكرا يعني كيما عارفين هنا العرض كتر من الطالب. وهنا نقصة آآ كيما كيما غادي نخليكم مع واحد قرير تسمعوه يعني جوجل المليون ونص مسكن لي ناقص هنا بإسبانيا. يعني العرض كتر من الطلب الاتمينة يعني رجعت ساروخية. كذلك التعقيدات يعني اذا بغيت تقدم انك تكري شي مسكن هنا بإسبانيا يا راف من سابع المستحيلات يعني بغينا هاد القضايا التطرح وبغينا نسغله هاد اللقاء احسن استغلال يعني بغينا نوجه هاد نداء للحكومة المغربية يعني باش دافع للأبناء ديلها في الخارج هنا بإسبانيا. كذلك الرخصة ديال السياقة. الرخصة ديال السياقة احنا ما كان طلبوش يعني شي حاجة غريبة. احنا كان نطلبو ان الناس اللي عندهم مسوى دراسي ناقص. الناس اللي جات هنا مثلا عندها ثلاثين وعشرين عام. آآ عشرين خمسة وعشرين عام. احنا ما كان قولوش الناس اللي خلقوه هنا والوليدات اللي كبروه هنا وهذا. هتاو ما يبدلوله يمشي ويخرجوا البرمي في المغرب ويجيوا وبدلوله منها. نو. حاشا الناس اللي عندهم مسوى دراسي ناقص. يعني تكون شي تسهيلات عندهم مثلا جواز الصفر ديال او عفوا عندهم رخصة السياقة ديال المغرب. فتكون تسهيلات يعني ما تكونش بنفس الحدة اللي كيدووزوا مثلا بها الناس هنا البرمي ديال او رخصة ديال السياقة. تكون تسهيلات. كذلك فيما يتعلق بالجنسية الاسبانية. يعني على هاش فرضوا علينا يعني هاد البلعة ديالفلوس. آآ يعني كين تعقيدات مقارنة معنا شنو الفرق ما بين الناس اللي شدوا الجنسية قبل والناس اللي شدوا الجنسية دابا. علش كين هاد الفوارق. وبززاف يعني رجع من سابع المستحيلات انك كان هضر مثلا على الناس كين انا كين انا كل اعفاء مثلا تكون تسهيلات خاصة الناس عاود لي عندهم مساوا دراسي شوية على على قدو. يعني صعيب وصعيب عليهم بزاف انهم يحصلوا للجنسية الاسبانية. هذي مهم يناقشوا يناقشوا هاد الحويج هذي. يعني يلقوا حلول الجالية المغربية اللي مقيمة هنا بديل اسبانية. كذلك المشكل ديال الفيزة. وبنسبة الناس اللي كي عملوا التجمع ويعني الناس اللي عندهم علاقة هنا باسبانيا. احتى وما كي القو مشاكل. يعني كي رصم صارة في هاد المواعد. احتى هاد الموضوع عادي تناقش. كذلك المشكل ديال السكن. مشكل ديال السكن خصو يكون يعني آآ متاح. يعني بحل مغربي بحل اسباني. يعني الناس كتلقى مشاكل هنا. وهذا هو المشكل كتخلي بالزر ديال الناس يمشيو يعني 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 الشيطانة يعني الناس ميمكنش خاصة انذا من 이 البرد. واش الناس غاضي ينعصو فيie للزنقاء. مي ممكنش. هذو مثل ثلاثة ديال حويج فقط. هذو ثلاثة ديال الحويج يعني من المشاكل الاساسية اللي كتعاني من هالجالية المغربية هنا بالدير اسبانية. الرخصة ديال السياقة علاش? علاش ميوليش مجديد. ذاك القانون اللي كان خرج الفين واحد ولا الف اول على ما اظن. ياك. الفين واحد ولا الفين واربعة. كان خرج ذاك الكانخي ديال كارني دي كوندوسير. علاش ما يرجعش دابا. او اللي يحيدوا غير واحد الفئة مثلا يدرسوا هاد الشي. يخرجوا بشي نتيجة. لان الناس غاد يتحمق على هاد المشكل ديال كارني دي كوندوسير لانه صعيب وصعيب بزاف. باشي على الوليدات ديالنا مثلا اللي خلقوا هنا ولا اللي كبروا هنا ولا اللي جاووا صغار هنا يعني يدرسوا هنا يعني عندهم اللغة مزيان. كان انظروا عن الناس اللي ما كيوجدوش اللغة الاسبانية مزيان. يعني عندهم صعوبة صعوبات يعني كبيرة وكبيرة بزاف باش يحصلوا على رخصة السياقة. يعني اللي كان طلبو وكان طلبو منكم حتى انتم اخواني واخواتي المشاهدين. انكم تبرتجوا معنا هاد الفيديو. بغينا هاد المشاكل تصل الحكومة المغربية باش يعني يحطوها على الطاولة يعني ناقشوها. ولو ما يكونش حل دابا ولكن في القريب العاجل ان شاء الله تكون حلو لان هاد شي كان عانوا منه هنا في اسبانيا. سكن خاصة كما قلتكم هنا هاد كثير من السابع المساحيلات انك يعني تلقى سكن هنا في اسبانيا. في جميع الكومونيطاتيز. والسكن راه يعني اه حق مشروع الجميع المواطنين هنا في اسبانيا. هذي طلبات مشروعة عادية تطالب بها الجالية المغربية. يعني السكن عندنا مشكل كبير وكبير بزاف. الرخصة ديال السياقة خصشي حل من كيش الامر تبقى هكا. الجنسية الاسبانية حتى هي علاش علاش هاد تعاقدات يعني ما الجديد يعني علاش قبل كانت ماشي سهلة المهم هكا خصة تكون. ما الفرق ما بين المغاربة وما بين الجنسيات اخرى لكي حصل على الجنسية الاسبانية بسهولة. احنا كنت عذبو احنا خصنا نبقى واحد لمدة اكتر من عشر سنوات. ومن بعد هالتعقيدات. خلص الطاصات ما نعرفش حال كي عملوه. قرهنا وقرهنا وقرهنا بزاف. اسئلة صعيبة وصعيبة بزاف. حتى الاسبان يعني انتم مشو يعني كانوا فيديوهات كوميديين كي يضحكوا على الطريقة كيفاش باش نخرجوا الشنسية الاسبانية. حتى الاسبان ما يقدروش يجاوبو. ما بالكم بالناس اللي كبارين في السين ما ما عندهمش الاسبانية مزيان كادروا بهذا ولكن باش يكتبوه هذا وهذا صعيب عليهم. ولهذا جالية المغربية تطالب من الحكومة المغربية انها ناقش ونستغلوا هذا اللقاء رفيع المستوى اللي غد يكون واحد وجوش فبراير. يعني مجراش هاد اللقاء من مندو آآ تقريبا عشر سنوات. كما جاء على لسان آآ وزير الخارجي الاسباني خاصة مانويل الباريس وسنستغلوا هاد الفرصة لان آآ هاد اللقاء هو لنقاش يعني القضايا المشتركة ما بين اسبانيا والمغرب وآآ وكنضل احنا كجالية مقيمة هنا بالدير الاسبانية يعني من حقنا آآ اننا يدافع علينا. يعني آآ ما كان نطلبوش شي حاجة لي هي غير مشروعة. هاد الامور هي قانونية آآ طلبات جد مشروعة جد عادية يعني ما تكونش تعقيدات بزاف منسبة الرخصة دي السياقة منسبة الجنسية الاسبانية والسكان. السكان غادي نخلي كوم يعني في آخر الفيديو مع آآ واحد الربروتاج قصير غادي تشوفوا المشاكل اللي كيعانوا منها الناس هنا باش يحصلوا على سكان لائق. سكان عادي. تشوفوا المشاكل اللي كتعاني منها يعني اللي كيعانوا منها الاسبان. والمغاربة يعني بنسبة اكبر. انتم ما سمعتوا بزاف دي الناس خرجوا في هذه القناة كيضروا على هذه المشكلة دي السكن. عندهم كتوفر فيهم جميع الشروط ولكن عندنا احنا ذاك المشكل. اذا كان مغربي فكيقول المشكل اكبر. مشكلة دي السياقة دائما الاخوان كيقولنا هضروا على المشكلة دي الرخصة دي السياقة. يعني يخص يوصلوا لشي حل اللي يرضينا احنا واللي يكون في الاستطاعة دي الجالية المغربية. يعني كنا الناس اللي فعلا يخصهم يخرجوا هذا الوليدات اللي خلقين هنا اللي قرين هنا اللي كابرين هنا ولكن احنا طلبات دينا طلبات حقانية يعني كين الناس اللي ما صعيبوا صعي لهم بزاة لا تكون يعني يلقوا شي حان هاد الناس هادو كذلك يشوفوا يطلوا على هاد المشكل ديال سيتاز ديال المواعيد ديال الفيزة من نسبة الناس اللي يدفعو خاصة الناس الناس اللي هنا وبغين يجيبوه ليداتهم ولهذا عندهم مشكل ومشكل كبير بزاة الفيزات الناس اللي ضيعوا الوريقات هذا كلهم عندهم مشكل في الفيزات في القنصوليات الإسبانية بالمغرب لأنه كيدخلوا الصماصرة وكيدديوا ذاك الفيزات وكيعودوا فيهم البيع بأتمينة باهضة هادو ثلاثة دي المشاكل اللي كتعاني منهم الجالية المغربية او اربعة اذا اضفنا لهم المشكل دي المواعيد ثم يعني معلكم اذا سبارتاجوا معنا بغينا نوصلوا هاد المشاكل اللي كان عانيه هنا بإسبانيا للحكومة دينا اللي هي يعني في مواعيد قريم ان شاء الله نهار واحد وجوش فبراير يعني في اللقاء رفيع المستوى ليست تناقش في القضايا الكبرى كالهجرة السيريال الصيد البحري المعابر الحدودية التقسيم ديال الحدود البحرية بجهة ديال الكاناريس بزاف ديال الملفات اللي ستناقش في هاد اللقاء رفيع المستوى وبغينا يعني يعني هضرنا على هاد المشاكل يعني لقونا حلول ثم معلكم الاسبارتاجوا معنا هادش بغينا نوصلوا هادش منتوش عليكم الزيب تهر وفرسكم جمعة مباركة صحق داكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته